السلام عليكم منظمة المنظمات المعصرة حاليا لها طبعتين منظمة الأعمال حاليا هي منظمة حية بمعنى أنها تتوفر لها صفات الكائن الحي يعني الاستمرارية منظمة عيشة منظمة تعمل كأنها مستمرة طول العمر أيضا صفة أخرى للمنظمات المعصرة وهي أنها تتعلم باستمرار فالمنظمة أصبحت كائن متعلم طيب التعلم ده هيعتمد على إيه؟ هيعتمد على المعرفة وبالتالي هنلاقي أن إقدارة المعرفة بتلعب دور هام جدا في تعلم المنظمة لدرجة أن نحن دلوقتي في منظمات بنسميها ليرنينج رجلزيشن يعني المنظمات المتعلمة فتعالوا نشوف العناصر الأساسية والأدوات الأساسية بتاعت إدارة المعرفة داخل المنظمة أول حاجة عندنا مهية إدارة المعرفة يعني إيه إدارة معرفة؟ عندما تأتي الأول نشوف يعني إيه معرفة؟ سأقول لكم على حاجة عندنا ثلاث مصطلحات علم معرفة معلومات هل الثلاثة دول؟ حاجة واحدة؟ يعني نقدر نقول كده العلم هو المعرفة هو المعلومات اللي بنحصل عليها؟ طب تعالوا نشوف الكلام ده صح ولا لأ علم يعني علم يعني نظريات علم يعني قواعد علم يعني أسس علم يعني قوانين علم يعني أطر اللي بنصل إليها من خلال البحث والدراسة طب احنا بنعمل شوية بحث ودراسة وتجارب بنصل إلى نظرية بنصل إلى قاعدة بنصل إلى قانون إلى آخر فمحصلة البحث والدراسة يتولد العلم المعرفة عبارة عن محصلة معرفة الشخص طبعا وبالتالي معرفة المنظمة بعد كده معرفة الشخص عبارة عن إيه؟ محصلة لمجموعة من البيانات والمعلومات والأراء والأفكار اللي بتؤدي في النهاية إلى تحسين القدرة فإذا كانت معرفة فردية يبقى قدرة ذاتية إذا كانت معرفة للمنظمة يبقى قدرة للمنظمة أما مسترح المعلومات فمعنى إيه؟ معنى معالجة البيانات للحصول على معلومات تفيد في عملية اتخاذ القرار يبقى لو جلل الحقيقة إيه العلاقة بين الثلاث مصطلحات دول هنلاقي إن العلم ما تخلي المعرفة يبقى لا معرفة بدون علم وأيضاً المعلومات عنصر من عناصر المعرفة بس فيه فرق لما أقول إيه؟ علمت كذا وعرفت كذا علمت كذا يبقى فيه معلومة طب المعلومة دي فهمت منها إيه؟ يبقى ما تفهمه من المعلومة هو المعرفة يعني مثلاً نقول القرى الأرضية تدور حول نفسها وتدور حول الشمس دي معلومة بس لما نيجي نحقق في المعلومة دي وانفصصها طبقاً ليه؟ خبراتنا نقول الله ما الدوران ده هو اللي بيؤدي إلى الليل والنهار ما الدوران ده هو اللي بيؤدي إلى فصول السنة يبقى تحولت المعلومة المجردة إلى معرفة فهمنا من إن الأرض بالدور سيحصل اللي احنا قلناه ده هو ده الفرق ما بين المعلومة والمعرفة معلومة مجردة أما المعرفة ما نفهمه من تلك المعلومة يبقى إدارة المعرفة بقى تعالوا تحول إلى المنظمة داخل المنظمة هي عبارة عن مجموعة من الأنشطة إدارة المعرفة عبارة عن مجموعة من الأنشطة بس كل هذه الأنشطة منصب على المعرفة فلو في نشاط لتحصيل المعرفة أو نشاط لتخزين هذه المعرفة أو نشاط لنقل هذه المعرفة أو نشاط لتفسير هذه المعرفة أو نشاط لتفسير هذه المعرفة أو نشاط لتطبيق المعرفة كل ده بيخش تحت بان بإدارة المعرفة بشار احنا بندير ليه عشان نحقق نتائج معين يبقى احنا بندير المعرفة عشان نحقق بها نتائج النتائج اللي احنا عايزين نوصل لها زيادة قدرة المنظم يبقى إدارة المعرفة كمصطلح عبارة عن كل نشاط أو عملية أو ممارسة من شأنها خلق أو اكتساب أو تحصيل أو تصنيف أو تنظيم أو تخزيل أو تبادل أو تطبيق كافة أنواع المعرفة أينما كانت من أجل دعم الأداء والتعلم داخل المنظمة ونخلي بالنا أن إدارة المعرفة دائما تتعامل مع البشر وبتهتم بالتفكير النقدي والإبداع والابتكار والمهرات والمشاركة وبالتالي هي بتدعم عملية التعلم الفردي والجماعي اللي بينصب بعد كده على المنظمة يبقى من المفهوم ده أو التعريف ده بيوضح لنا العلاقة المتكاملة أو المتربطة ما بين إدارة المعرفة وتعلم المنظمة نقطة اللي بعد كده أنواع المعرفة في معرفة صريحة وفي معرفة ضمنية معرفة صريحة يعني معرفة واضحة متاحة يقدر يطلع عليها معظم الناس أو اللي عايز يطلع عليها متاح أنه هو يطلع عليها فالمعرفة الصريحة عبارة عن إيه؟ عبارة عن المعرفة الرسمية المتمثلة في السجلات والمستندات والقواعد والبيانات وبنك المعلومات والقطب والوسائق وكل ما هو موجود داخل المنظمة وبتستفيد منه في اتخاذ قرار أو في إنجاز عمل معين هي دي المقصود بيها المعرفة الصريحة ما تمتلك المنظمة من معارف موجودة في وسائط معينة زي السجلات أو طواعد البيانات أو الكتب أو الوسائق إلى آخره كل هذه الأدوات اللي بتطيح هذه المعارف لكل من يريد استخدامها أما المعرفة الضمنية هي المعرفة اللي بيختزنها أصحابها في عقولهم اللي هو بنسميه رأس المال البشري ولم يعبروا عنها بأي صيغة من الصيغ وهي تتعلق بمهاراتهم وأفكارهم وتصوراتهم وقدراتهم الفكرية وإدحهم إلى أخرى فالمعرفة اللي موجودة في عقول البشر ملكهم يبقى المعرفة الضمنية لا تمتلكها المنظمة المعرفة الضمنية بيمتلكها الفرد ولكن المنظمة بتستفيد من هذه المعرفة عن طريق تشغيل هذه العقود يبقى في إدارتنا للمعرفة إزاي نحسن إدارة هذه المعارفة الضمنية ونقدر نستفيد بأكبر استفادة ممكنة من هذه المعارف الضمنية اللي موجودة في عقول العنصر البشر المعارفة ببساطة ثم نخزن هذه المعرفة لدينا عشان نقدر نستفيد منها ونستخدمها وقت ما احنا عايزين يبقى لازم فيه أوعية للتخزين حاجات نخزن فيها يعني هذه المعرفة زي الوصائق والقرائط هنشوف بعد كده ثم هنبقى محتاجين ننقل هذه المعارفة من إلى من طرف إلى طرف آخر يبقى احنا محتاجين أدوات نستخدمها لنقل هذه المعارف ثم هيجي وقت نطبق هذه المعارف عشان نستفيد ونستخرج نتائج معينة نحصل عليها من تطبيق هذه المعارف تعالوا نشوف الأربع مراحل بتوع إدارة المعرفة تفصيليا شوية أول مرحلة اكتساب المعرفة وبيقصد باكتسابها يعني الحصول عليها من مصادرها المختلفة المصادر دي كانت تكون مجموعة خبراء متخصصين في أشياء معينة منافسين عملاء قواعد بيانات بنك معلومات أرشيف المنظمة سجلتها وصائقها خرائطها أيا كان وكل منظمة هتقدر تستخدم الطرق اللي تتناسب مع طبيعتها وطبيعة العمل بتاعها وأيضا تقدر إنها تستفيد من المصدر الأساسي للمعرفة الدمنية وهما الأفراد البشر تمام تمام وكمان بنقول أن الطرق اللي هتستخدمها المنظمة دي هتبقى متوافقة مع ثقافتها يعني نقدر نقول كده في منظمة تقدر تسرق المعارف والله على حسب القيام بتاعتها وثقافتها لو هي قيامها تسمح بدا فممكن تحصل على المعارف بطرق غير مشروعة لكن احنا ما بنتكلمش في هذه الطرق المرحلة التانية تخزين هذه المعارف بقلنا التخزين محتاج أوعية معينة من هنا بتيجي دور تكنولوجيا المعلومات اللي احنا بنقدر من خلالها دلوقتي نقدر نخزن هذه المعارف تخزين داخل الحاسبات الالية في ملفات تمام معينة بتسهل علينا حفظ كم كبير من المعارف في وصائد صغيرة غير المستندات والملفات الورقية اللي كانت بتبقى كتير جدا فتقلص أو تقليص العمل الورقي مهم جدا في ادارة المعارف تخزين المعرفة بيتم من خلال طرق اهمها ان كل فرد داخل المنظمة بيسجل كل ما يحدث واي معلومة جديدة بيحصل عليها بيخزنها في مكان معين معروف ملف فايل معين بيخزن على الحاسب بتاعه هذه المعلومات او على سيديهات او على فلاشات ايا كان الوسيط اللي بيستخدم قيام شخص متخصص بجمع هذه المعلومات وتخزينها بدقة بعد تصنفها وتوزيحها على فئات معينة او عناصر او موضوعات معينة قيام كل فرد من افراد المنظمة بتخزين المعرفة الموجودة عنده المعرفة الضمنية الى من يحتاجها سواء كانوا اشخاص اخرين او ادارات اخرى بنجمع المعلومات بطريقة منظمة وايجابية وبنحللها وبننصيها وبنعالجها وبعدين بنخزينها بصورة تسمح بافضل اتخدام لهذه المعلومات وهذه المعرفة مرحلة الثالثة عملية نقل المعرفة وقلنا النقل محتاج الى ادوات وقليات معينة نقدر من خلالها نلقل هذه المعرفة سواء كانت هذه الادوات تقارير او رسائل او مؤتمرات او منشورات او دفاتر او سجلات او كتب او محادثات او منعشات او اجتماعات ايا كان الاسلوب او الطريقة اللي بنقدر بننقل بها هذه المعرفة سواء كانت طرق رسمية او طرق غير رسمية زي الروتيشن اللي بنعمله للموظفين فبننقل معارف الى الموظف في وظيفة اخرى وكمان هو بينقل معارفه الى الوسط اللي هو منقول اليه وهكذا مرحلة الرابعة في مراحل ادارة المعرفة تطبيق المعرفة ويعتبر تطبيق المعرفة الهدف الاساسي والنهائي بتاع ادارة المعرفة لكن عشان نقدر نطبق المعرفة بطريقة سهلة ونحصل عليها بطريقة سهلة فلازم نصنفها ونفهرسها ونبوبها عشان نقدر ان احنا نصل اليها بكل سهولة عند طلب استخدامها او طلب تطبيق فاسترجاع المعرفة بتمكن المنظمة من الوصول اليها بالطرق السهلة فاقل وقت وباقل مجهود ولكن بعد تنقيتها من اي تكرارات او اي معلومات ما هياش اوبديتنج او معلومات متقدمة ده المقصود بتطبيق المعرفة كمرحلة اخيرة من مراحل ادارة المعرفة النوطة التانية ابعاد ادارة المعرفة احنا عندنا اربع ابعاد للمعرفة بعض تكنولوجي بعض تنظيمي بعض اجتماعي بعض ثقافي تكنولوجي اكيد المقصود بها تكنولوجيا المعلومات بمعنى ان احنا بقى عندنا ادوات دلوقتي وقاليات نقدر ان احنا نستخدمها في ادارة المعرفة بعض تنظيمي يعني ازاي ننظم هذه المعارف نصنفها ونفرزها حسب احتياجاتنا عشان تبقى عندنا خريطة معرفية سهلة التطبيق بعض اجتماعي لان كل المعارف مرتبطة بالفرد بعد ثقافي ان المعرفة عندنا وادارتها بتحتاج الى قيم معينة وثقافة معينة اللي هي ثقافة المنظمات المتعلمة طب تعالوا نشوف كل بعض من هذه الابعاد بالتفصيل شوي البعض التكنولوجي اللي هي تكنولوجيا المعلومات يعني بيقول الكم الهائل من المعلومات والمعارف المتوفرة دلوقتي لدى المنظمات ما بنقدرش ان احنا نحفظها ونسترجعها بالطرق التقليدية وبالتالي الامر احتاج الى تكنولوجي معين نظام الالكتروني معين حاسبات الية عشان نقدر ان احنا نخزن ولا استخدم ولا استرجع كل هذه المعارف والمعلومات بطريقة سهل البعد التنظيمي تنظيم المعرفة نصنفها نفهرسها بحيث ان عملية نقلها وعملية استخدامها تبقى سهل يبقى هذا البعد بيعبر عن كيفية الحصول على المعرفة والتحكم بها وإدارتها وتخزينها ونشرها وتطويرها وزيادتها واعادة استخدامها من خلال تجديد الطرق والإجراءات والتسهيلات والوسائل المساعدة والعمليات اللازمة لإدارة المعرفة بصورة فعالة تصنيف فهرسة خريطة معرفية معروفة سهولة نق سهولة الترجاع إلى أخر ده البعد التنظيمي البعد الاجتماعي قلنا ان المعرفة مرتبطة بالفرد الفرد هو اللي بيقدر يحصل على المعرفة الفرد هو اللي عنده كم من المعارف نقدر نستفيد منها عندنا صناع للمعرفة وعندنا فريق للمعرفة فكل المعارف ارتبطة بالأفراد من هنا جي البعد الاجتماعي هذا البعد بيركز على الأفراد وكيف يتبناء جماعات من صناع المعرفة وتأسيس مجتمع معرفي قائم على الإبداع والعنصر البشري يكون قادر ومدرب على استخدام كل الإمكانات والأدوات والأليات التكنولوجية المتاحة عشان يقدر يوظفها في إدارة هذه المعرفة ده المقصود بالبعد الاجتماعي أما البعد الثقافي تعتبر الثقافة التنظيمية من العوامل المؤثرة في مدى نجاح أو فشل إدارة المعرفة ليه؟ لأن لازم يكون من ضمن قيم المنظمة تفهمها لطبيعة المنظمة المتعلمة ورغبتها في التعلم وبالتالي تهتم بكل العناصر الأساسية في إدارة المعرفة والتعامل مع المعرفة دون الأربع أبعاد الأساسية لإدارة المعرفة تفتعلوا نشوف أي متطلبات تطبيق إدارة المعرفة برضك المتطلبات حترتبط بالأبعاد فهنلاقى فهنلاقي عندنا البعد التنظيمي هنحوله إلى هياك التنظيمي والبعد الثقافي يعني ثقافة تنظيمي والبعد التكنولوجي يعني تكنولوجيا المعلومات من ضمن البعد التنظيمي أيضا قيادة المعرفة أو قيادة الأفراد صناع المعرفة أو فريق المعرفة فمتطلبات التطبيق مرتبطة بالأبعاد بتاعة المعرفة فسؤالنا هنا هل إدارة المعرفة تحتاج إلى شكل لتنظيمي معين الإجابة نعم تحتاج إلى قيم وثقافات معينة الإجابة نعم تحتاج إلى تكنولوجيا المعلومات الإجابة نعم تحتاج إلى قيادة مختلفة الإجابة نعم تعالوا نشوف نعم معناها إيه الهياكل التنظيمية إحنا عندنا هياكل تنظيمية هرامية وشبكية ومفلطحة وفرق عمل أشكال كثيرة إدارة المعرفة بتتناسب مع الهياكل التنظيمية السهلة يعني إيه السهلة يعني اللي مستوياتها الإدارية وليلة فإدارة المعرفة بتبقى صعبة جدا في التنظيمات الهرامية اللي هي فيها تعدد كبير للمستويات الإدارية من هنا كانت الهياكل المفلطحة اللي هي قلة عدد مستوياتها والهياكل الشبكية اللي بتعتمد على مركز يتعامل مع فروع والهياكل التنظيمية الخاصة بفرق العمل هي دي اللي بتتناسب مع مفهوم إدارة المعرفة يبقى الهياكل التنظيمية اللي أكثر علاقة لإدارة المعرفة هي تلك الهياكل اللي بتتسم بالمرونة والتكيف وسهولة الاتصاص يبقى احنا عايزين شكل تنظيمي يبقى مرن وفيه سهولة في الاتصاص اللي مستين دول مش هيتوفروا فيه الهياكل الهرامية بيتوفروا فيه الهياكل المفلطحة أو الهياكل الشبكية الثقافة التنظيمية قلنا لازم يكون من قيم المنظمة مبدأ الاستمرار في التعلم والمعرفة من هذه القيمة بتهتم ثقافة المنظمة بإدارة المعرفة العنصر الثالث القيادة في إدارة المعرفة هنا لازم يكون عندنا قيادة مدير قائد وليس مدير الرئيس أو مدير القائد له سمات معينة يقدر يؤثر في الآخرين عنده رؤية عنده مقومات وسمات شخصية يقدر ينقل المعارف من خلالها إلى الأفراد ويخلق فيهم عملية ثقافة المعرفة والتعلم وبالتالي بنقول لا للقيادة لها دور فعال في إدارة المعرفة لأنها بتحتاج إلى نمط معين من الألماط القيادية التي تستصب كما قلنا قدرتها على شرح الرؤية لبلد لكلها رؤية الأول وأن يكون القائد قدوة للعملين وأن يكون قادر على ربط هذه الرؤية بإطار استراتيجية المنظمة أو عمل المنظمة المتطلب الرابع تكنولوجيا المعلومات قلنا مش هنقدر نتعامل مع الكم الهائل من المعارف والمعلومات عن طريق الأدوات التقليدية وبالتالي لابد أن يكون هناك متوفر أدوات وقليات تكنولوجية أو إلكترونية أو حاسبية عشان نقدر نتعامل مع هذا الكم من المعارف آخر نقطة عندنا في الجزء ده مراجعة القدرات المعرفية بالمنظمة يعني إزاي نعمل أبديت للمعارف اللي موجودة داخل المنظمة عشان تبقى منظمة متعلمة متعلمة يعني يعني فيه كرب صالع للتعلم كل يوم لازم يبقى عندنا معرفة جديدة أو معلومة جديدة نقدر نستفيد منها في تقدم المنظمة أو رفع قيمة المنظمة أو حل مشكلات اللي تظهر في المنظمة ب إدارة المعرفة وعلاقتها بالمنظمة المتعلمة في الإدارة الاستراتيجية ترجمة نانسي قنقر